اهلا بحضراتكم عدنا بعد الفاصل حوارنا النهار ده في اخر النهار حوار مهم جدا لانه متعلق بملف شائك وحساس استمر لسنوات طويلة جدا جدا كان بيستخدم بطريقة سياسية سواء من الداخل او حتى عن طريق الضغط الخارجي بتكلم عن الحريات وعن فكرة المحبوسين والسجناء في امور سياسية وما الى ذلك لحد ما الدولة المصرية قررت ان عندها الاستراتيجية الوطنية بتاعتها فيما يتعلق بالحريات والتعامل مع الجميع بالقانون وحتى رئاسة الجمهورية والقادة السياسية ممثلة في السيد الرئيس شكلت لجنة للعفو الرئاسي تنظر في طلبات كل المحبوسين وكل من ينادى بالافراج عنهم عشان اللي يستحق الافراج عنه فعلا يتم الافراج عنه ومن يستحق ان يبقى خلف القطبان ويعاقب يعاقب وانا اعتقد انه اللي هي فكرة بيدي لا بيدي عمر اثمرت وبقى فيه ثقة كبيرة دلوقتي في اللجنة وفي قصة المفرج عنهم ورغم ذلك بنسمع بين الحين والاخر مناشدات وضغوط وما الى ذلك وده شيء طبيعي ملف مهم حستعرضه مع ضيفي العزيز نائب طارق القولي نائب عن تنسيقات شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي مساخر طريبية مساء النور الساستيم الحمد لله بحياتي لحضرتك بحياتي لحضرتك بحياتي وبحياتي على الجهد اللي بتبدله وانا عارف تبدله جهد كبير وملفات قد كده وورا قد كده بس حضرتك متفق معايا انه بيدي لا بيدي عمر افضل كثيرا نعم صحيح هو فكرة اعتماد السايد الرئيس لمسألة الحوار انها اساس لوضع رؤى لملفات شائك وده الحقيقة بدأ حتى في ولادة هذه اللجنة هذه اللجنة اتت من رحم المؤتمر الوطني الاول للشباب عام 2016 واتت نتاك حالة حوار تمت ما بين السايد الرئيس ومن بين بعض الحاضرين واللي تحدثوا في مسألة ملف الشباب المحبوسين وامكانية عادة النظر فيه من ناحية الانسانية وقدرة الرئيس على استخدام صلاحات الدستورية والحياة المبادرة سريعة جدا من السايد الرئيس في توقيتها في تشكيل لجنة العفو الرئاسي من الشخصات اللي اتكلموا في هذا الامر في عام 2016 وادرنا في عام 2016 ربا تشكيل اللجنة ان اللجنة تقوم بمجهود لغاية ما مرينا في فترة عدم تفعيل الى ان اتى افطار الاسرة المصرية واعلن السايد الرئيس اعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي في نسختها التانية مع توساعة صلاحياتها الحقيقة ان اللجنة طبعا فيها جزء خبراتي لان احنا خدنا خبرة من من 2016 لغاية دلوقتي في التعامل في الملفات وفي وضع الاولويات وفي كيفية التعامل بالمعايير اللي احنا وضعنا وتم وضعها من اللحظة الاولى وان يمتد كمان صلاحيات العمل اللجنة لملف الغريمين والغريمات بما يحمله من كملف من ناحية الانسانية والمجتمعية لها جانب انسان كبير وامتدادها ايضا لمسألة الدمج المجتمعي يعني فاللجنة كمان توسعت في عملها فبعتقد ان الحوار كان هو الاساس دائما وعشان كده هو الان بنستكمل بحالة الحوار ودعوة الرئيس للحوار ما بين كل الاطراف هو كجزء بيعتمد من خلاله الرئيس الحوار كاساس ومنهج لوضع رؤى وسياسات ومعالجات للدولة من الدولة دي اصد بها ليس فقط النظام الحاكم وانما كل اطراف الدولة المصرية في معالجة قطاياهم الداخلية وهنا اللي بيقول انه بيدي لا بيدي عمر اه بيدي لا بيدي عمر هذه هي الاراضة المصرية دايما تحط اولويات الاولويات دي كان فيها جزء مكافحة ارهاب تلا ذلك تنمية اقتصادية ضرورية وحاسمة لقدرة الدولة على الاعتماد على نفسها وبعد كده عندنا مساحات نستطيع من خلالها ان نتخور من اجل البنية السياسية طيب خليني اقول لحضرتك بعض الكلام اللي بيتم ترديده سواء منه صحيحة ومنه اشاعات ومفابرك علشان برضو تبقى بنحط النقط فوق الحروف وانا اصدت ان انا استخدم المقولة الشهيرة بتاعت بيدي لا بيدي عمر دي علشان يعني نفهم الناس حقيقة اهتماماتكم واولوياتكم في العمل في هذه اللجنة واحد من الاشياء اللي بتقال انه اللجنة بتشتغل على الاسماء المشهورة بس او الاسماء اللي بيتم المنادى بيها او الضغط بيها هل ده حقيقي؟ الاسماء المشهورة دول ممكن يبقوا عشر اسماء هل اللجنة هتشتغل على عشر اسماء؟ يعني مخالف للمنطق فبالتالي لا اللجنة بالعكس ده بالعكس احنا بندور على اللي مش مشهورين لان المشهورين فيه منظمات بتتكلم عنهم فيه اطراف سياسية بتتكلم عنه فيه وحيفضلوا يتكلموا عنه لكن احنا بندور على الناس اللي محدش يعرفها اللي محدش بتتكلم عنها وعشان كده احنا فيه هذا العمل الحقيقة اللي شاق لكن في نفس الوقت هو ممتع في انسانيته ان احنا بنتلقى عدد كبير من البيانات بشكل يومي بنتعاون مع عدد من الجهات في تلقي البيانات عشان نبحث عن من هو غير مشهور من هو غير معروف من هو لم يتحدث عنه احد بتأكيد انه زاوي اي محبوس بينطفدوا لارسال بياناته احنا بنوضح دايما الياتنا لاستقبال البيانات سواء كان بشكل مباشر لعضاء لجنة العفو او عن طريق المجلس القومي لحقوق الانسان اللي بيرسل لنا كل البيانات اللي بترد لي او لجنتي حقوق الانسان في مجلسين نواب والشيوخ او عن طريق الاستمارة اللي تم اطلاقها بعدش تاني يقولي تاني الاليات مباشرة للجنة العفو الرئيسي او لجنة مجلس القومي لحقوق الانسان والمجلس القومي ليه فروع في كل محافظات طبعا يبقى المجلس بفروع ولجنتي حقوق الانسان في مجلس النواب والشيوخ تمام وايضا الاستمارة اللي احنا اطلقناها على الموقع المؤتمر الوطني للشباب يمكن من خلال الاستمارة عن طريق الانترنت انه يتم ملء البيانات وهي هتصل لنا بشكل مباشر طيب عشان يبقى فيه منطق الشفافية وان اي حد بيبعث لكو شكوى فيسمع بكرة ان لجنة العفو قررت بعد طبعا العرضة على السيد الرئيس قررت العفو عن فلان ولسه فلان لأ اي حد من ذوي الفلان اللي لأ هيقولك تبش معنى طب بناءا على ايه طب انتو بتقيمه بناءا على اي عناصر او محددات احنا عندنا معيارين رئيسيين بنطبقهم بغض نظر عن الاسماء يعني احنا لا ننظر الى اسم ننظر الى حالة انطبق عليه المعيارين اللي احنا وضعناهم بالاضافة لطبيعة التهمة الموجهة اليه سواء كانت خرق قانون تظاهر بشكل سلمي سواء كانت نشر اخبار كاذبة يعني معظم القضايا بتنحصر ما بين الامرين دول فبيتم ارسال هذه الاسماء الى رئاسة الجمهورية لاتخاذ قرارات عفو بشأنها المعيارين هو عدم الانتماء لتنظيم ارهابي والمعيار الثاني هو عدم ارتكاب اعمال عنيفة او التورد في دماغ فدول المعيارين الرئاسيين كل من ينتمي لتنظيم ارهابي والمعيار الثاني في رأيي سهل حسمه وتحديده فكرة دم او ما فيش دم في جريمة يعني لعلاقة بالارهاب او تمويل الارهاب او 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 طبعا موضوع من تهم فكرة الانتماء لتنظيم ارهابي هل تقصد بكلا ان هو يكون كادر واضح شديد الوضوح في التنظيم الاخوان المسلمين والجماعات الموالية ليها لان في بعض الناس منتمين بس مش كوادر ومتعطفين سبق ليهم ان هم تعاونوا معهم بشكل او باخر لكن مش محوش بطاقة وده من حصن حظنا ان كل في فترة حكم جماعة الاخوان كلهم طلعوا من تحت الارض فبقى معروف من ينتموا لتنظيم جماعة الاخوان على سبيل المثال وقت الاستقواء كله طلع من تحت الارض فالامور بقت واضحة اكثر وضوحا وبالتالي كل من ينتمي لتنظيم ارهابي زي تنظيم الاخوان على سبيل المثال بيتم استبعاده تورد في عنف وما توردش في عنف هو مرشح ان يرتكب عنف لانه عقدته فيها عنف صح وبالتالي هو يشكل خطر على الامن القوم المصري ولا يمكن ان نكون سبب من اسباب تشكيل اي تهديد للامن القوم المصري ومن ثم احنا بنضقق الحالات تطقيق شديد جدا عشان لا يتصرب احد ممكن يمثل اي نوع من التهديد على حياة المصريين يبقى عنصر الانتماء الى تنظيم ارهابي والعنصر التاني هو التورد في جريمة عدم التورد في اعمال عنف مع فحص التهمة اللي دخل بها السجن صحيح لانه طبعا هنا بقى بيختلط عند البعض ان احنا بننظر قضايا جنائية فبنجد حتى زحام في ارسال قضايا جنائية عادية لها علاقة مثلا بالمخادرات بالقتل فالحقيقة بيظن يعني الناس ان احنا بنشتغل لا احنا بنشتغل في قضايا لها خلفية من المنظور السياسي خاصة بالرأي والتعبير خرق القانون تظاهر بشكل سلمي نشر اخبار كاذبة يعني هذه القضايا اللي بالاساس هي قضايا وفقا لاحكام القانون القانون يعاقب عليها مزبوط وعماليات الضبط سواء كان من ناحية القانونية تمت بشكل صحيح وعلى عرض عن نيابة العامة والمحاكمات كلها بتتم بشكل وفقا لاجراءات قانونية وقضائية توضيح للنورة ده طريق بيه عشان ناس تفهمها اكتر ويزيل عنهم اللابس فعلا بين اللي اتمسك بحلز مقدراته جايلكوا للكوا يفرجوا عنه هي محاولة من الدولة لاعطاء فرصة تانية للشباب اللي ممكن يكون غلط مرة بس لا من يلوث هراك اصبت كبد الحقيقة بانه الهدف وفلسفة وجود اللجنة دي انه في ناس من منظور القانوني ارتكبت مخالفات ولكن من المنظور السياسي والانساني يمكن اعطاهم فرصة اخرى للعودة والاندماج في المجتمع فهو ده الفلسفة الرئيسية اللي بيقوم عليها لجنة العفو الرئيسي انه يمنح حولها الشباب فرصة اخرى للعودة والاندماج في المجتمع وامتداد ده انسانيا حتى لدى سيد الرئيس بانه ما نقفش عند مرحلة انه يخرجوا من السجن لا ندمجهم في المجتمع بشكل كامل هنتكلم عن فكرة الادماج دي لانها مهمة هل من ضمن اجراءات الدراسة والبحث اللي بتعملوها في الحالات هو مقابلة السجناء نفسهم حصلت بعض الزيارات للسجون وكان منهم المهندس سيحي حسين عبدالهادي حصل في بالزبط حصل لقاء معه في السجن في فترة الاجازة تعيد الفطر فاحنا احيانا بنتحرك لعقد بعض اللقاءات داخل وزيارات داخل السجون لبعض الشخصيات فبنكون في احيانا في حاجة الى داي مش عايز اخش او في التفاصيل برضو لانها ليه علاقة طبعا بسرية المعلومات لكن بيبقى الهدف من الزيارة دي اولا نطمئنان على وضعه كمحبوس وكمان ممكن يكون اللي هي موقفه عامل ازاي دلوقتي اراءه عامل ازاي دلوقتي قدرته على التوافق مع الوضع الجديد عامل ازاي يعني بنعتبرها احد الاليات عمليات الفحص اللي بنقوم بيها للحالات والوقوف على يعني ابعاد كل شخصية وبالتالي بنعتبرها جزء من قلياتنا اللي بنشتغل من خلالها وبنفحص الحالات الوردة لنا انتو كل دور اللجنة هو الفحص والدراسة والتوصية بالزبط بس بالزبط احنا طبعا مش اصحاب سلطة العفو طبعا صاحب سلطة العفو والسيد الرئيس تبقى للصلاحيات الدستورية وبالتالي احنا دورنا هو فحص هذه الحالات والتوصية بارسالها ضمن قوائم لكن حقيقة الوضع ان كل من ارسلناه الى مؤسسة الرئيسة تم الاستجابة كل كل بمعنى كلمة كل كل بمعنى كلمة كل وحتى انه كان فيه استجابة سريعة جدا جدا من السيد الرئيس وانا بتوجه اليه بخالص التحية والتقدير بالنسبة لي المهندس يحيى حسين عبدالهادي بمجرد يعني ما وصينا بالعفو عنه كان ايام قليلة وصدر قرار جمهوري اليوم بالعفو عنه وبالفعل هو اليوم وصل منزله بعد اتمام كل اجراءات الافراج عنه اللي تمت عصر اليوم صح تم اخلاق سبيل النهاردة والان فيه حرية كاملة مع عصرته ما فيش حاجة في الدنيا بتبقى بيور او نقية ما في الماء الى اي مدى بيحصل عليكو ضغوط سواء من الداخل او من الخارج يعني جيلكو اتصالات فاكسات ايميلات كلام انتوا لازم مشتغلوا على ده اكتر لا ده هيعمل بروباجاندا اعلامية تفيد ده رجلنا عايزينه انت على كلام معروف الوسط السياسي الحقيقة انا عشت تجربة شخصية كانت عشت فيها مسألة ما يسمى بالضغوط الخارجية اكتر وقت مصر اتعرضت فيه لضغوط خارجية هو في صورة 30 من يونيو اه طبعا وما بعدها ضغوط خارجية مهولة ولا يتصورها احد وعشتها قوي عن قرب في عام 2016 امتدت الحقيقة سنوات يعني في عام 2016 عشتها من خلال عملي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب قد ايه كان فيه يعني تبجح لدى بعض الاطراف في التدخل في الشأن الداخلي وفي وضع خارط الطريق لمصر ولمصريين وحتى ده الرئيس وصف في بعض الاحيان انه مش بالضرورة نمشي على كتالوج معين تم وضعه سلفا من بعض التجارب مصر اتحط تجربتها فالحقيقة من بعد التجربة دي وازاي ان احنا كنا بنتعامل بندية شديدة واحيانا بحسم شديد واحيانا برد فيه جزء من الخشونة والصرامة فيه عند التدخل في الشأن الداخلي المصري انا عشت الحالة دي وبالتالي انا جاي من منطلقة دي الحالة لا اقبل اي ضغوط ولا اقبل اي املاءات وبالتالي زملائي ايضا وغير مسموح باي شكل من الاشكال غير مسموح غير مسموح ان احنا يعني يتم يعني توجيه او طلب او ضغط ما من اي طرف الحقيقة ده مش وارد بالنسبة لنا وانا اعتقد انتو يعني طبعا مشكورين على هذا التوجه بس انا ايضا معتقد انتو استمدتو من الحالة المصرية كلها اللي ما بعد 30 يونيو اللي كان فيها هذا الاباء فكرة الحسم اللي قاله السيد الرئيس انه من النهاردة احنا عندنا اجندتنا الخاصة وطريقنا الخاص اللي احنا ماشيين فيه وفقا لأولويات اللي بيحددها المصريين لانه زمان انت تعرف انه كانت ضغوط سياسية في كتير من الاحيان كان بيتم الاستجامة لها نظرا لانه الموازين السياسية كانت مختلة فاعتقد الوضع وكانت فيه ضغوط اقتصادية وكان كان فيه حتى في معلومة الحالة تبعية في القرار يعني مش عايزين يعني ناخد في الماضي كثيرا لكن وعشان كده احنا بنعتبر انه صورة 30 من يونيو فيها شق الحفاظ على الهوائية المصرية وشق استقلال القرار الوطني المصري مليون في المئة يعني والحقيقة احنا خدنا تجربة استقلال القرار لانه وكان فيه ايضا منظور في كيفية الحفاظ على استقلال القرار الوطني بالبنية الاقتصادية وبتنويع مصادر التسليح وبغيرها كان فيه اجراءات عشان حافظ على قرار الوطني دي مسألة مش سهلة ولا مسألة كده بتيجي ان انا انا عايز احافظ على قرار الوطني لا هي مسألة لها علاقة بمنظور دولة وكيفية ايجاد كل يعني الاطر في الاعتماد على النفس وصياغة علاقات دولية متوازنة قائمة على النبداية لا يعني قصة وملفات مؤسسات دولة كلها بشكل رأي فبالتالي مسألة الضغوط الخارجية دي مسألة مش وردة بأي شكل من الاشكال وحتى انه البعض مثلا خرج في بعض منظمات دولية قال انه لجنة العفو عادت للتفعيل بسبب ضغوط خارجية الحقيقة انا يعني تلقيت ده بالضحك لانه يعني ضغوط خارجية اي مصر في 30 يونيو يعني كانت الضغوط فوق الوصف يعني وكانت متعلقة بتجويع المصريين ومتعلقة ب استخدام مسألة التسليح للجيش كأحد وسائل الضغط فاحنا عشنا الضغط بجد ولم نردخ ليه ونفذت اردت المصريين في 30 مليون مزبوط فبالتالي لا يمكن احنا نقبل بأي شكل من الاشكال اي ضغوط وزي ما الرئيس وصف دايما احنا قوتنا في وحدتنا يعني وحدة الشعب والوحدة مش بالضرورة ان كلنا نكون عندنا رأي واحد اذا كل الامور لا فيه تنوع في الرأي لكن على اساس وقاعدة وطنية وعلى اساس ان احنا كلنا مؤمنين بانه استقرار الوطن وحمايته هو امر غير قابل للنقاش او غير قابل للمساومة او غير قابل للمساس بيه صحية وفيه في رأي كمان في ميزة اخرى من فكرة اللجنة العفو والافراج عن بعض المحبوسين اللي يديهم لم تطلط بالدماء دي هو فكرة العودة لفكرة الاستفاف الوطني فكرة ان احنا كلنا مصريين وكلنا قادرين دلوقتي عندنا مكون شركاء في بناء الوطن دون اقصاء فصيل الا من ينتمي لفصيل الارهابي طبعا وهي ايضا استكمالا اللي ده هو نشر فكرة التسامح في المجتمع انه في مقدرة الان على انه في ناس تخرج من السجن وتعود لحياتهم بشكل طبيعي من الناحية الانسانية ومن ناحية فكرة ارساء مبادئ التسامح في المجتمع والقدرة على انه المجتمع عد فترة صعبة وبالتالي هو قادر على ان يكون عنده مساحات ارحب واوسع من بناء فكرة التسامح والتعامل من خالق الحقيقة ده كله بيجي نتاج نجاح مصر على مستوى مكافحة الارهاب على اللي قدموا شهدائنا من تضحيات عشان يستقر الوطن ونقدر انه نصل الاجراءات اللي تمت في الفترة الاخير بغاء حالة الطوارق اصدار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان عادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي القرارات اللي بتتم الان بالافراجات اللي بتتم عادة تشكيل حتى المجلس قومي لحقوق الانسان في اجراءات كتير تمت على مدار الفترة الماضية الدولة حطت على نفسها التزام لم يعني مش مجبرة في مسألة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان وطعت خارطة طريق زمنية لتنمية الحياة الحقوقية والسياسية في مصر ايضا الحوار الوطني اللي دعا ليه السيد الرئيس برضو هو ليس فيه اي التزام على القيادة السياسية فانتقوده لا هو التزام لكن مش انزام بالزبط يعني التزام من نحن بالحوار اه التزام بالحوار وبالديمقراطية بالزبط لانه اصده برضو ردا على اللي بتحدث عن ضمانات الحوار يعني ضمانات ما سينتج عن الحوار فهو ده الزاوية اللي انا اقصدها في انه الضامن هو ان القيادة السياسية هي اللي بدرت في وجود هذا الحوار وفي خوده فبالتالي هذا الالتزام الادبي وهذه الارادة المتوفرة هي الضامنة لتحقيق نتائج هذا الحوار وبعد اللي بتفقه ده مانات دي فكريت تحس ان هو يعني بيحط العرقين لنفسه صحيح على رأي الفيلم بتاع زمت عسداد اللي ارحمه لما قاله رئيس الجمهورية بيأكلك اشتا وفطين ببقك وبتقول له فين الحرية طيب ننطلق للملف التاني اللي اضيف لي اختصاصاتك وهو فكرة الغارمين والغارمات هو الحقيقة ملف مهم جدا وكلنا ساعدنا جدا انه كمان بقى فيه تفكير فيه اطلاق صراحة الغارمين والغارمات نظرا للابعاد الاجتماعية والانسانية اللي ممكن كلنا نشعر بيها بس هل ده ممكن يعمل تداخل هل يمكن يعمل ابتعاد شوية عن الهدف الاساسي اللي هو خلفية او ضاير سياسي لا خالص مش هيبعدنا عن الهدف هو ملف انساني ملف انساني صحيح ده صحيح هو مزيد من الجهد والعمل ويعني ربنا يقدرنا لكن بالعكس هو الواحد بينظر من ناحية الانسانية انه ده ملف من ناحية الانسانية والمجتمعية له بعد هام جدا والحياة فعلا ان العمل فيه مختلف بشكل كبير لانه ده قضايا متعلقة بامور مالية وحقوق للغير فبالتالي احنا حتى وانا بنتناقش العمل فيه بنجد ان احنا محتاجين تنصيق وتعاون مع عدة اطراف وعايزين دور كبير للمجتمع المدني في هذه المسألة لانه فيه مؤسسات مجتمع مدني بتشتغل فيه مسألة ملف الغريمين الغريمات على مستويات محدودة صح فنعظم من عملهم ونعظم الامكانيات اللي نقدر نوفر فيها حقوق الغير ومن ثم نوسع القاعدة العريضة اللي بيحصروا على العفو وبيخرجوا في افراجات متعلقة بالغريمين والغريمات انا عايز استغل وجود حدك معايا بصفتيك صفة اللجنة العفو الصفة التشريعية في المجلس لانه وانا الحقيقة بندي بالحكاية دي من فترة وكان فيه بعض السادة في عضاء اللجنة التشريعية تواصلوا معايا وابتالي نفكر في آلية تنفيذها وهي منفذة في كثير من دول العالم وهي فكرة الاقام المدني يعني فيه بعض الجرائم سواء جنحة او جناية او كده لكن في النهاية تستشعر ان انت التهمة دي لو انت اولا لا تستحق انها تكون عقوبتها مقيدة للحريات ورا السجن ورا الحبس يعني ورا القطبان ثانيا ان انت لو دخلته ربما تصدع منه مجرم جوه صحيح فيبقى الافضل ان انت بس بتقرسله ودنه بالمفهوم العقابي وبتخلي المجتمع يستفيد تعمله خدمة بدنية عامة فيه مستشفى فيه حي فمش ايا كان الشكل بالنسبة للمخالفين يعني مش عارف ليه الحياة احنا متأخرين شوية في القطب دي انا عايز استدعي في هذا الموضوع وموضوع مهم جدا 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 شقين شق المتعلق بالحبس الاحتياطي وبدأ له اللي هو احد متهم على زمة قضية قبل الحكم عليه وهنا الحبس الاحتياطي هو جزء من المعالجة الخاصة بالستراتيجية الوطنية الحقوق الانسان وجزء من حلة الحوار القائمة الان وبالتالي الحبس الاحتياطي بداية محتاج الى معالجة في تفعيل البدائل الخاصة به وان الحبس الاحتياطي يتم فيه نطاق ضيق جدا بالنسبة لجرائم الارهاب بالنسبة اللي يخشى من وجوده خارج السجن على الامن القومي على المفتمع بالزبط او اللي فيه خوف طبعا من هروبه يعني دي الحالات اللي دايما بيعفيها حالات حبس الاحتياطي مزبوط فبالتالي ده جوز محتاج معالجة انه توسع فيه البدائل الحبس الاحتياطي زي المنعم السفر زي تحديد الاقامة وغيرها من الوسائل اللي تضمن وجود الشخص المسائل وانه يمسل امام المحكمة في المواعيد المقررة ولكن بدون وجوده ده يعني خلف القطبان فده شق الشق الاخر هو العقوبات وحرك لمست شيء في منتهى الاهمية انه ده جزء من تطور الفكرة العقابية وانه ده بيتماشى حتى مع تغيير مسميات السجون الى دور الرعاية والتأهيل حتى مش من تغيير الزمان كان يقولك اصلاح وتهذيب فاحنا عايزين الاصلاح والتهذيب مش عايزين العقوبة فالحقيقة هنا بقى وحنا في كلية الحقوق درسنا في القانون الجنائي فلسفة العقاب وانه هل العقاب مطلوب منه يعني تعذيب من ارتكب الزم ام اصلاحه صح فاحنا رايحين للمدرسة الاصلاحية اللي هي خاصة بانه وهي المتطورة الحقيقة نحنا ازاي نتعامل مع المجرم اننا يعني نصلحه من اجل اللي يعود للجريم صح وان الهدف مش في حد ذاته هو ان احنا نعذبه وانما هو جزء محاسبته هو جزء من الرضع العام في المجتمع ليه مش قطعين خطوات فيها بقى فانا انا بأعطي لا ده ابتدى يبقى محل حديث وزي محرك بتقول في اللجنة السورية والتشعية نواب كثيرين ابتدأوا بتحدثوا في هذه المسألة وهي محل نقاش الآن وطالما انها محل نقاش يبقى احنا في طريقنا الى ايجاد رؤى بشأنها هتفري كتير اولا هتحمي لان انت عارف غزبا عننا ان السجون هي بقرة لتجمع المجرمين فيها صحيح وفيه بعضهم للأسف مجرمين معتاد الإجرام وسوابق وخطرين وكذا وكذا لو حد دخل دخل في شيك ولا دخل في مخالفة مرور ولا دخل في مش عارف ايه ولا 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 مقاقه في المجتمع ده طويل ممكن يخرج عنده مواهب متعددة طبعا ده دخل عند الاساتزة جوه فعشان كده بالاضافة الى ان المجتمع المدني هنا محتاج بقى فعلا لمتطوعين فمدل المتطوعين اللي بنبرة الزبط لا كمان ده نقبيره على خدمة المجتمع كنوع من اعتذاره للمجتمع يعني اللي اخطأ في حق المجتمع يخدم المجتمع اعتذارا انه ينزل ينظف الشوارع يطلل مش عارف ايه تشجير مليون حال ده موجود في بلدان كتيرة وتشتغل بيه وعمل يتعليه صحيح وحتى فيه شخصيات شهيرة يعلم احنا فكرة يعلم اميين ده ده فقل ذاته انا بقول لحناك عندنا 500 الف حاجة ممكن نستفيد ونفيد المؤهل صحيح لا وحتى في تعليم الاميين دي ده حتى في عصر الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صح يعني كان اه القصرة كان بيعطاقوا بعد تعليم عدد من المسلمين القراءة والكتاب صحيح فالحقيقة وكمان انه فيه بلاد فعلا متقدمة في مسألة الخدمة العامة وفيه بعض شخصيات شهيرة اللي مصبو فيه بلدان في الخارج خاضت الخدمة العامة كبديل لعقوبة الحبس او السجن والحقيقة فيه حاجات تانية متطورة ده فيه احيانا سجن او حبس بيتم تنفيذه في البيت صح في بعض القضايا و لا بس ساعتها مع الزوجة ساعتها بحبس ساعتها بحبس يعني احنا احنا فيه دولة اوروبية فيها وزيرة يعني تم ادانتها في جريمة فساد وحكم عليها بالتزام بيتها لعدة شهور صحيح ويعني اتعرضت انها بتحط طوق كده في القدم عشان ما تقدرش تغادر البيت وبيتم حبسها في البيت ففيه وسائل متطورة كتيرة بيتم التعامل معها في طرق العقاب بس محتاجة تحط لها بقى الالية التشريعية صحيح طمان اخر نقطة نقطة الدمج وده الحقيقة ملف مهم جدا ومحتاج شغل كتير فكرة ان انا مش بس بخرج لا ده انا بخرج وبضمن انه مايرجعش بضمن انه مايرجعش ازاي بقى اعيد اندماجه في المجتمع سواء عن طريق العمل النفسي اذا كان محتاج شغل نفسي محتاج وسيلة لكسب الرزق محتاج انه هو يرجع في محيط امن ويعني قصص طويلة جدا وانا اعتقد لوحدكم مش قدروا تعملوها فمحتاجين تكافل وتكافل وتوفير فرص كتير من قطاع خاص في مجتمع مدني وجمعيات اهلية وما الى ذلك ده ملف كبير جدا يبدو من الخارج انه سهل وميسور وانه بمجرد ما الناس تخرج هنشوف لهم فرصة عمل الطلبة يلا رجعوا للجامعة وردوه مرتبط بلواقح صحيح مرتبط بقوانين مرتبط بانه البعض ممكن يكون اتحبس وما كانش عنده فرصة عمل اساسا مصبوط فبالتالي ازاي نوجد له فرص عامة ففي التفاصيل هناك الكثير من الامور اللي زي ما احراجت افضلت تماما صحيح محتاجة تضافر كل المؤسسات ذات الشأن البرلمان ازا كان في حاجة على تعادلات تشريعية ممكن يكون بنواجه صحيفة الحالة الجنائية انها تكون عائق امام الدمج المجتمعي بالتالي ده محتاج معالجة قانونية ومعالجة تضمن ان ما يبقاش فيه حد برضو متسرب يأثر على او يمسل خطر على المجتمع المسائل عايزة كده ايه وزنة بالزابط عايزة وزنة منضبطة ان احنا اللي بنستهدفهم ان يقدروا ان هما يندمجوا في المجتمع بشكل ما يصوروا لكن من غير من أسرع المجتمع بانه حد يتصرب من بعيد ونبوز بيت الصورة على الاخرين ومسل انت هديد على المجتمع بالزبط صحيح وكمان لنا دور كمان معاكم في ان احنا نرسخ ثقافة التقبل المجتمعي اه حد النهاردة لو حد طالع يقولك ده خارج من السجن يقولك ده سوابق ده مش عارف كذا كل بيبعد عنه الحقيقة ان الدراما المصرية العبقرية يعني والسينما على مدار سنين ومن عقود نقشة مسألة السبق الاولى وازاي ان الشخص لما بيرجع او بيعود للمجتمع بعد قضاء العقوبة لو عايز يتوب مش هيعرف يتوب صح المجتمع بيدفعه لجريمة تاني بالزبط فدي مسألة فعلا لها بعد بقى يعني ثقافي وله بعد مجتمعي غاية في الاهمية وفكرة الرعاية اللاحقة للكل ده بقى ده ملف اوسع واكبر يمكن ان اتحدث فيه كمجتمع ككل ونجد له حلول نجد له حلول ثقافية وحلول قانونية والقدرة على مواجهة كل التحديات اللي بتواجه الرعاية اللاحقة الحقيقة فيه مجتمعات الحقيقة برضو وانا سعيد ان احنا مناشات ممتدة لامور وفلسفات متعلقة بالقوانين وبتطورها فيه مجتمعات تقدمت جدا في مسألة الرعاية اللاحقة لكل المحبوسين مش بس اللي احنا بصدادهم يعني فيه قضايا الرأي والتعبير لا لكل المحبوسين انه اوجدوا سبل الرعاية اللاحقة لكل من يخرج من السجن وكيفية ادماجه في المجتمع مصر بدأ في ده الحقيقة وفيه بعض الجهد اللي تم على مدار الفترة الماضية وزارة الدخلية عندها تجارب في هذا الشأن وتجارب جيدة الحقيقة لكن عايزين نتوسع فيها ونعالجها بشكل اكبر واوسع بيمكن من كل الرعاية اللاحقة للخارجين بس مش الرعاية اللاحقة فيه ايجاد فرص العمل وانه يبقى حد نقدر نعمله رخصة كشك ولا لا دي عايزة عايزة كمان الرؤية الثقافية والنظرة المجتمعية لحركة نولتها لانها الأخطر والأهم وهو لمصلحتهم كأفراد ولسلامة المجتمع ككل وهو ده المصلحة العامة صحيح شرفتني ونورتني شكرا جزيلا ومساعدت جدا بالحوار معاك وكل التوفيين إن شاء الله في الجهد المحترم اللي بتبدلون شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا خلص حوارنا وخلص برنامجنا بكرة حلقة جديدة من أخر النهار تصبحوا على ألف خير شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا